اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احنا معاكم كل يوم نحكي حكايا في السراء تشرح حياة اشخاص احوالهم متغيرات منهم وصل بالصدق في دروبي سهلاني السراء ومنهم حياتي غشة تابع دروبي مع السراء تابع دروبي مع السراء وانت يا ابن قدم اختار اختار بين الدربين ربك اعطاك العقل والسمع والعين هذه الحياة هذه حكايتنا لكم نحيا بخيط من الامل بس الامل بشروط جد واجتهاد وعمل هذه حكايتنا لكم نحيا بخيط من الامل بس الامل بشروط جد واجتهاد وعمل واحنا يا ابن ادم نختار نختار بين الدربين ربك اعطانا العقل والسمع والعينين هذه الحياة ام الهبيبة ام العزيزة انت اقول امين ياه ايش رايك ايش رايك نرهم بيتنا ايش تقلت نرهم البيت امي الله يبديك الله يبديك اتي ما خلتين اكمل كلامي عشان تعرفين قصدي زين قوم قوم من قبالت وكهي قوم ما ابغى اشوفك قوم اخسار التربيتي فيك بس تبغت بيع البيت تبغت رهنة ودعك امك في الدرب ليش يا خليفة ليش هاي اخر التربيتي فيك قوم اشتر من قدامي ما ابغى اشوفك قوم ايه امي يا رايك تسمع ترجوك تسمعيني ولا سني تروحك كذي اللي يخليك انت يشوفي اسمع كلامي بالأول وعرفي ذا كان كلامي صح ولا غلط ايش اسمع من كلام بتقولها خبرني ايش اسمع من كلام غير يغم الوفوات ويقطع القلب ايش يخسار التربيتي فيك يخسار التربيتي فيك لا حاول اخوة الله بالله العليل حفظة امي الله يبديك تسمعيني تسمعيني بس يخسار يا خريفة يخسار التربيتي فيك الله يلعى ذاك اليوم اللي يأت فيه من ولد الله يلعى ذاك اليوم وبضل طول عبره اقول يخسار يخسار بولدي اللي يجب وقت تابه امي الله يهديك الله يخليك الله يخليك تسمعيني بحبك تسمعيني بس تسمعيني بس يلوموني ويذموني وقلوني امدلع والدك ومفتلتنى وانا اقول لا والدي حبيبي وحيدي وما سمعت كلامه ياريت ما ما ترا هذا كله اللي قاعدة تسوي فروحك ما زيل حارك وما زيل حانصحتك انت فيك الوقت وفيك القلب وفيك امراض الجنك كله انت اللي مارضلني انت اللي مارضلني الله يغلب ليسك انت اللي مارضلني كاف تبغني اتبع كلامك خبرني وانت باغي تبيع البيت اللي مارضا من ابوك كاف تفضل يا عمي مشكور يا ولدي يا خالد يا خالد عمر الدم ما يصير ماي وانت من لحمي ومن دم ومعزتك كبيرة عندي الله يبارك فيك يا عمي انت الخير والبركة يا خالد اظن الايام اللي راحت انها كنتناه سنك حشى لله حشى يا عمي يا عمي اللي راح راح وانا ما ايد اتذكر الماضي كلامك صحيح يا ولدي يا خالد المفروض الواحد ما يتذكر اللي فات عليه باليوم وببكرة وايش اللي بيصير فيهم كالمصارين في البطن تتضارب وتتنازع عاد كيف الانسان وبعدا يا ولدي انتو مالكم غنى عنا ونحن مالنا غنى عنكم مو قلت يا جماعة مو اقول لا حول ولا قوت الله بالله وبعدا يا ولدي يا خالد انت ما تتذكر انت كنت صغير تتونها الكبركة ما تفهم شيء اسأل امك كيف نحنا كنا عايشين ايه والله يا نصرة الله يعلم يا بنت الحلال اني ماشي القلب حقد على احد وانت تعرف ان هذا ما من طبيعتي لكن الله يسابح الجميع الله يلعني الزعل الله يلعني الزعل والله يلعني الزعل وأيام الزعل بس انت لو راجعت نفسش شوية ودورتينه كان عيشنا احسن عيشة في مكان واحد ايه انا سمعت مثل يقول الموج اللي ما يجي معاك روح معاه مثل الدهر اذا ما طاعت طيعه اسمعني الينا موت ذيك الساعة سوي اللي انت تبغى اما تول لا توقف عند حدك والله يطول في عمرك ان شاء الله والله يخليك حالي ان شاء الله احنا اصلا ما قلت اننا نبيع البيت انا قلت الرهنة والرهنة يرد صعبا الرهنة الرهنة يرد عند الناس اللي يشتغلوا عندهم موال ما عند ناس كمان نحنا وما عند حيلتنا شي خليفة انا ايامي خلاص معدودة لكن انت انت من هين لك فلوس بعدين بترد الرهنة بتعيش كذاك على حيلة عمرك من غير شي لا بيت ولا فلوس انت خبرني انت بس لو تفتح المخيك معاك وتخلين كلامي في عقلك وتوزينيني زي منك كيف يعني ايش باغت بني انا قصدي يعني اني ابني مستقبلي وابني مستقبلي عن طريق الشركة والشركة هذي تحتاج لراس مال وطبع معروف ان الشركة هذي بتدر علينا ارباح كثير ان شاء الله وبالارباح هذي بنقدر نسدد الرهنة يعني العملية بسيطة لا فيها زعب ولا فيها خطط كل شي طابعك يا خليفة خذ عيوني وبيعهم اذا كانني مباعد لكن البيت لا لا يا خليفة لا الله يعافيك يا ولدي ويرزقك كل خير إن شاء الله أمين يا أم الغالية استريح استريح يا الله يا ولدي ما قلت لي مو أخبر ذلك الخبير بقايبيني حن المزرعة والله إيش أقول إيش يا أمي العزيزة قلبي ما مطمنني على هذا الخبير أبدا لا حوله ولا قوة إلا بالله يا ولدي صبر عليه صبر عليه شوية ما شفنا بعده خيره من شره معاش حق يا أمي نصبر عليه لكن ما عرفك قلبي وسوسني ما مطمنني على هذا الخبير أبدا آها ما لك يا ولدي الحلال كذا بعدنا نحن ما شفنا النتيجة أنت صبر عليه وشوف النتيجة مو بيسوي يلا على رايش بنصبر بنشوف لازم نعطي فرصة حتى يتعود على القوة لكن ما قلت لي فاطمة زيانة هنا اليوم فاطمة قاسة خيط وزيانة تقصل عني الموعين اهه اي والله مكفياتني يا ولدي حتى خوصة من الأرض ما يخلني يشله ما يقصرن ما يقصرن يا الله يا ولدي الله يرزقهم إن شاء الله الزوغ الصالح ويرفعن راسك آمين يا أمي وهذه عادت لها تربية إيديش يا أم ناصر تربية إيديش هذه وبالنسبة لي أنا الله يقدرني وما بقصر معاهن بشين إن شاء الله لا والله والنعم فيك أنت ما مقصر فيهن بشين الله يبقيش أقول لك ناصر نعم فاطمة قالت اللي باقي مكينة خياطة تعرف فصة تحب لخياطة حاضر التامر إنتي وتامر زيانة وتامر فاطمة واللي تبغيوه حاضر إن شاء الله من عيني بقيب لكم قزعك الله ألف خير يا الله يا رأتك يا ولدي لو مكمل تعليمك ومتخرق في القامعة يا أمي يا أمي تراني أنا مرتاح في شغلي وما مضايق من هذا الشغل لا تفكريني مضايق أو شيء بالعكس أنا مرتاح أبوي الرضا هو التاق الوحيد يا ولدي اللي ما نشتري من الصائق شهدي علي بس شهدي والله يشهد معاش في اللي يسويه ولدي خليفة بيني طبعاً فورد أبو ويبير على البيت يرضي منه ويطاوع قلب من هذا الأمر خبريني خبريني اش اللي يسوي فيني قبير آه يلا أخلاق يا ريت ليش لسان ينطق كانت اللاتيني ونبهتيني ما لحد غير شاشكينا ما لحد غير شاشكينا يا غزار يا خليف كلامك صحيح يا أمي وكل أصحاب اللي كملوا تعليمهم وخضت ثانوية العامة وتوفقوا في حياتهم كانوا متفهمين للحياة ياريتك يا ولدي بس لو خضيت الثانوية يا أمي يا أم كلمة ياريت ما تفيد الحين وعلى العموم هذا أنا يقالس أكمل تعليمي بالليل صدق يا ولدي أنت كنت شاب ناقف الله يرحم أبوك يوم كنت صغير وتنقح من الدراسة كان يسوي لك عزيمة كبيرة كبيرة وكل الناس يقولوله ذي ناصر بيكون له مستقبل زين يا أمي الحياة ما حد يعرف لها كيف الواحد يقلس يخطط ويخطط وفجأة يضيع كل شيء في ساعة واحدة تحدث أشياء ما يكون الواحد حسب الأحساب أبدا أكد الحمد لله المهم أن الواحد يكون بيستعد لهذه الأشياء اللي ما يكون حسب الأحساب ونحن حشدين نحيلنا ولقحنا وتوفقنا وعشنا ما محتاجين لحد ترجمة نانسي قنقر 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 اربع مزرع مال انت فاقد فاقد تمام سوق مطروس زراعة من مزرع مال انت انت الهين بيسوي فلوس فاقد لا حول ولا قوة الا بالله اهل علي العظيم يا كشور اوه مو هذا بوسويته شوفوا كيف معفس الدنيا شوفوا كيف معفس الدنيا النائل الله والنائله يا كشور يا كشور حد يسق الزراعة عكداك بهاي الطريقة حد هذي طريقة مال زراعة مال البلاد نحن من شان زراعة مال رز هيا لكيا يا كشور زراعة كلاك ما تموت ما تموت ماتلا زراعة مايموت ماء زراعة يريد مايظااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا انت م ‑‑ ليش، ليش تخبروا مقع fundraات البيت انا ما�rei قولتي لك مايتخبرها معقول معقول يا البدر الله يهديك ما خبروه بعد هاي شيخ الصياتي ترى يا ولد الحلال الأهل دائما يخلقوا من الحباقبة مثل ما يقولوا يعني انت لو كلمت عن الشركة ومدحتها في البداية ومن ثم تكلمت عن رأس المال بطريقة حلوة بعدين بعدين تكلمها عن سهل فترحن البيت ما بسرعة لا لا طريقتك هاي ما تفيد لا زين يا عاقل ايش يفيد انا عرف كيف حصل اللي أريدها ما علي يا ناصر يا أخوي ترى هو قال لك ان هذه الطريقة يستخدموها في بلاجهم عشان تسقي الأرز بيكون تطلع زينة كتنتي كاشور اسمعها لا تسقي مرة ثانية كذاك جين جين إن شاء الله اسمع يا كاشور البلاد عندنا ما فيها ماي واقد وما نقدر ناخذ ماي من الفلق غير رصيبنا ونصيبنا هذا ما نبغى نلعب فيه فاهم يا كاشور أنا فاهم ارباب أنا فيه فاهم ومرة ثانية ما أبغىك تسخي إلا بإذني أنا يعرف ارباب أبغى علمك كيف تعرف تسخي أنا معلومي يعرف ارباب طيح اللي معلوم ويعرف معلوم ويعرف حول ولا قوة إلا بي حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الزراعة وماتت العواب على الله يا أخوي ما أقول يا ناس ما أقول هذا الإنسان يكون خبير أقول ما يا دي بتطولين لحد ما تخلصينها لكمة والله يا والدي أشي أقول لك أشوفني إني أنا بطول حتى لا يدب مقادرة دخلة في البرا ليش لأنه النظر ما مسعفني يا والدي بس أنت ليش تسأله شنال ما شي بس أنا بصراحة ما باقي عشرة ريالات حشرة ريالات سكبة واحدة انت عقبت شو سكبة واحدة أيوة عشرة ريالات وسكبة واحدة تفكر يا طفل صغير يعني بتعطيني ريال وفرحبة شوفوا صغيرين عطتني ريال عطتني ريال حشا يا والدي أنت ما صغير ولا أنا باعدة بيخل عليك لكن انت طلبت عطل بعود عشرة ريالات قلل شوية أنت تعرف أنا ما أجب الفلوس غير من الخزر والبرا مستر كشور نعم يا رباب اليوم الوالدة قاية مرة خصيصة ومتفرغة باغتشوف كيف تزرع النخلة ها ويا لعدهمتك معنا مستر كشور اوه انا يعرف كل شي كل شي يا رب تمام زين شوفوا رباب هذه نخلة هاي هذا فاجد فاجد زين معلوم معلوم أنه زين مستر كشور شوف شوف رباب نعم هذا هذا قبل شوف هذا قبل مالا أنا في زراعة داخل هذا قبل نخل فاجد ماشا ماشا هاي خبير رجال خبير ترعن سكيني باين عليك يحب المزاحة اكيد انه يحب المزاحة متواضع مامة الخبراء الثاني صحيح صحيح يا مستر كشور نحنا لا باغينك تزرع القبل ولا باغينك تزرع السيح كل اللي ريدة منك الحين انك تعلمنا كيف زراعة النخيل ولا خبرك زراعة صرمة واحدة بس حتى نتعلم من خبرتك ونسفيدها بس لكشور صحيح صحيح يا كشور نبغى نشوف الخبراء كيف يزرع الصرمة اكيد يا الوالدة اكيد ان الزراعة اللي نحنا ورثناها ابن عقيد غير وزراعة الخبراء عدو حدها غير أنا مالي شغل مالي شغلان أنا باغي عشرة ريالات ما أنا بصراحة باغي اشتري مصرق جديد وابي وعلامة المصر بوفقك هوا غاوي يشوفه هذا غاوي هذا اللي شوفينا غاوي ما ما أصلا يشباب هذل الأيام يتباهوا كلهم يتباهوا بمصارهم ما عداي أنا شوفي هالمصر كفقدي حليان وحلط صرخ هذا صرخ بسه حليان وحلط والله أنا شوفيت لاصف من فراك الصابون بدياني نعم علامة حليان هذا حتى شهرين ما استوالى من شريته مالي شغل قديم يعني قديم لكن أنا عارفك شتي عارفك أصلا ما تبين أصر مثل الشباب يا والله لا تقلس تفده ولا تسمعني بفلوس هالنه يا والله طلباتك مقابل عشرت ريالة بس يسمعن لك حسك هذا هو راس المال الحمد لله ما شغيره تعال أبوي تعال تعال أنت تعال الشيب تعال تعال أبوي تعال حصلت مواب صدين؟ ما قصرتي نساك المخير يلا زين همتك معانا عاد نبغى نشوفه هنا يزرع السرم يزرع السرم لا تقلس ترجمة نشوفه يزرع السرم يا والله يزرع عادة ترجمة نشوفه اشتركوا في القناة 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 لكن أنا أقول إن أرى عمه شغلة زينة عنده يعني مساعدة أو نائب يعني تعرف يا نعم ما غريب خالد يعرف الزين من الشين يا نصرة هو ما صغير وبعدين أنا ما أحب الدخل في شغل ولدي إلا إذا سألني أجاوبة سيف قرس أدور عليك خير إن شاء الله إشناك؟ خير الحاج الحمد لله مو هذا حالبيع؟ مو هذا معك؟ لا أنا مو حالبيع حالي عقب؟ صدقني يا سيف صدقني لو ما أنت في هذه العرص أني ما بحوفها لبرا نعم أني ما بطيحها مو في الفائدة للمصر حالبيع وما حالبيعك إنه مصر زين؟ تعينك على هذا المصر أبوي هذا مصر جديد هذي تعوني ما أخذنا هل أنت لدي شعر لنا؟ هل أنت لدي شعر لنا أو لولده؟ سيف؟ يا سيف؟ فروح ماخذ لني الولده بأي خلاص خلاص لنسال سعد حموماً سيف أنا أغن لك في سالفة خير إن شاء الله إشناك؟ أتكلمك في موضوع نعم سيف أنا أغن لك تشوف لي واحد تعرف معرفة زينة وتثق فيه يهي؟ لأني لأني بصراحة بغي أرهن للبيت إيش؟ ترهن بيتكم؟ إي نعم أرهن بيتنا خليفة؟ أنت عاقل ولا مقنون؟ في حد يرهن بيته؟ رأي لحاج يا أخو يا سيف إيش نسوي؟ واحد لما يكون محتاج يرهن كل اللي حيلته أعقل يا خليفة، أعقل وراجع نفسك سيف أرجوك لا تضيقنيها اعتبرني مثل الناس اللي تعامل معهم حالي حالهم بايع وشاري أغراضك اللي تبغى تبيعها ما نشتريها يا بايع ولي تبغى تبيعها نوبة ما نشتريه سامحنا ما؟ أوه ما؟ خليفة؟ خليفة أهلي أين حبيب شتى؟ وين؟ أين؟ تعال أبوين؟ تعال مظنوني تعال السلام عليكم عليكم السلام أخيطي ما شاء الله ما شاء الله؟ ترزق يا والدي؟ ترزق؟ هذا ما قلت للمصر الجديد لكي أخذك عليه إيه الله يباري شاء الله ماشاء الله محلامة يا والدي غاوي غاوي؟ نعم لكن نوبة العشر ريالات بعد انت غاويات هات رامال العشر هذه؟ نعم لكن انت أبويك شوفي لون كيف غواتك؟ نعم انت أبوي كذي قولي إلي ما، اشراك فلديك يا اشراك فلديك كيف هي شراي أنت وأبودي؟ أمي أشوفك من خير الشبر لا يخليك لكن ما بهذا الحكي أنت تجامليني ترى وضحكين علي عرفي جلال حشا يا والدي الله يعلم أني ما أجاملك ولا أقل لبشانك أنت عندي أغلى شيء في الدنيا وكل أم لازم تتباهب ولدها وعندها أغلى منا في الدنيا الله يخليك والله ما عارك فيك لكن ما بعد الكلام الحلو هذا ممكن أطلب منك طلب الطلب عيوني بمقلاته وبهدبه بعضك إياها لكن في مسألة عدراه من البيت لا أتكلم الله يخلي لعيونك إن شاء الله لا أنا مسألة رهن البيت نسيها ما يا والدي أنا بصراحة بغي أتزوج ترى آن الأول حان الأول حان الأول الله بغضي هذا يوم الهنى والمنا يا والدي يا خليف يا أني أتمنى أجوبك متزوج اليوم قبل باكر الله يخليك لكن البنت هذه محد بيختارها وبينقيها غيرك أنت إينا عبد أنت اللي بتختارينها معلوم يا والدي معلوم البنات موجودات ما منقلن يا والدي نعم لكن عاد أنا أقول إنه ما نقدر نعقد كل محال الأوادم لأنه بصراحة أنت تعرف ما حيلتنا بشي ويوم إنك بغي تزوج ها قوم سوي لك همة وصير دول لك شغل ووبد لك مهر وتكاليف زواج تعرفنا عم ما قليل الزواج وتكاليفة وديك السيعة ندول لك أحسن البنات ويختارها قلبك إيش رأيك شايف كيف شايف عمرها هذه اللي اسمها مريوم نسيت نسيت إنه طعمناها وكسيناها هي ولدها توعاد متبطرة ولن قلت للحق حنا بصراحة قصرنا معاهم وبهدلناهم ما أنت اللي خليتي مريم تشرد بعمرها هي ولدها اسمعني يا جمعة لا تقول لي أنت ولا يعني أنا هي أنت أنا هي أنت أنت السبب أنت ما خليتني أطمئن في بيتي أنت قمت تعامل مريم وخالد أحسن مني وخليتني أنا وأولادي ما أسوى شيء قدامه يا نصر يا نصر والله نيتي كانت صافية كنت أبغى عوضهم عن موت أخوي يا الله يا رحمة كنت أبغاه ما يحسوا بأي قصور والله سبحانه وتعالى أدرى إيش كان قصدي بس أنت ليش قمت تعاملهم وعامل أحسن منه ليش فضلتهم علينا ليش يا جمعة خالد ومريم لما جوا عندنا اعتمرناهم منه وفينا والواحد أحيانا ساعات لله فلله يعامل هذا أحسن من هذا ومرة هذا أحسن من هذا من غير ما يقصد وانت يلا هذي إش ولبقت فيها بنار زمان ايش ايش تبيني أشتغلي يعني ايش تبيني أشتغلي غير صاحب الشركة والشركة مثل ما خبرتك باغي راس مال باغي راس مال وأنت يلا هذيك محوطة على البيت وما باقيت رهني عجلة آه 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 خليفة خليفة عارفك إيش ما قد تقول تلفوا الدور على رهن البيت أرجوك لا تلوأ لي قلبي أفا أفا يوم خليفة أنا لو ألق لبك أنا بحثين أنا بصراحة أنا لا ألف ولا دور يا ولدي يا ولدي يا ولدي أنا أقول لك الشباب اللي كماك ما قالسين في بيوتهم قالسين يترسقوا ويدوروا البيسة وراء البيسة من عرق قبينهم يجيبوا الريال وراء الريال أمي الله يخليك لا تصدعي لراسي بالشباب والشباب والشباب تراني ما ناقصنا يعني إيش تبيني أسوي مثلهم متبهدل وحالت حالة يعني ما تزر حد الشغل ما يسمى بهذلة سوي لك أنت أهمة بس دور لك على الشغل أنا يا إنسان ما دايمت لك أنا اليوم على الأرض بكرة تحت الأرض أنا ما تشوفني للونهار طيحة على هذا الكمة قالسي أخيك عيوني عاد راحت وبعدين أنت مبعدين إيش بتسوي منين بتاك منين بتشرب ما تفكر بعمرك الله يخليلي عيونك إن شاء الله يا أم خليفة وبعدين أنت ما شاء الله عليك عيونك ما شاء الله مثل الصقر يعني ها ها وين مثل الصقر قبل يومك حلها بلا صف في تواصفوها في جمالها في الحارة لكن الله يرحم ديك الزمن والله يرحم أبوك لو كان عايش كما بيخليني محتاجة وقالس أخيط كميم اي والله لكن أمي الشغل ما عيب وخياطة الكميم هذه ما عيب ها وليش ما تقول حال أمرك هذا الكلام وبعدين أنا أعرف إن العيب اللي مدي دينا حال الناس وهو قادر حال الشغل أمي الله يخليك لأت قبلها السالبها تراها تضايقني وتزعلني دعا اي والله زعلني يا الله يا ولدي يا خليفة أنا ما ودي إني أنا أزعلك ولا أكرب لك فوادك أنا أبغاك تسوي لك همه وتشتغل نعم عشان ما تقلس محتاج حال حد خلاص ولا يهمك ما دم باغي تقلس البيت وتقابلني يقلس يا أبوي ما يهمك ما يصير خاطرك لطيب أنت بس لا تزعل عليه أنا ما أقدر على زعلك يا ولدي أجيب لك كوب شاهي برد فوادك هي بس بعده أنت السبب أنت ما تعرف إن الحرمة تغار من الحرمة عمري عمري ما حاولت تفكر في يوم الأيام مثل هاي السؤالة في الله يهديش إن زين تو خلينا من اللي صار ترى اللي صار صار واستوى تو ولد أخوك بيستوي زين يعني بيكون فوق فوق وإنت مثل ما إنت بعدك موظف بسيط حد أنا أقول يعني لو ولد أخوك يشغلك عنده في المصنع يعني تكون مدير والعنايب ودير المصنع وش هالتفكير اللي في عقلي شاه حرمة شالي من رسش هذا التفكير وعقلي عقلي شوية حرمة من؟ مفتح يا خليفة هذا أنت؟ يعني كيف أنت ما عارف صوتي؟ إنت إيش كايبنك في الليلة؟ إيش وراك إيش عندك؟ ول 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 إحصابك أبو أحيبنا أصدقاء وأخوان حتى كل ما تقرب ما شي أصدقاء ورابعة أول ما الحين وبعدين انت ما تخلات وراك سال فاكيد عندك شي أنا ما عن شي أنا بصراحة جاي أزور الوالدة ما جاي أزورك شو سيف كيف شرك عني أحسن لك بعدين اسمع بيتي ما لقدخل فيها أرهن أبي أم ما لقدخل ما لقدش خل هذا يا حبيبي لو ما كنا أصدقاء وما كانت أمك مثل أم خليفة من هناك يا والدي ما عاد عند الباب تهارجي؟ ما حد ما هذا واحد مربع واحد ما ساش الله بالخير خالتي يا أنا سيف وابوي سيف وواقف عند الباب؟ أفعالك يا خليفة خليه يتفضل تعالى أبي يتفضل تفضل قرب قتلني مارضة ومارضة صح صح قال لي خليفة ما رضا وتخليه مارضة يمجي تعالى أبي يتعالى خليفة فلنشل نسمع هنا بنجلس في البراد نعم هنا برد صح نعم نعم داخل كروب ودر حلالة قتلس أبي يجي ساعد خضر شو أنا وبعدني وانيا قل ما رضا وقتلنك هذا مرة خليفة سير أبي يجيبني القهوة سير سير ماذا القهوة؟ هناك نحن في المطبخ سير سير شعر يا الله بسم الله ياه زين يا ولدي يوم الله قابك خير يا خلطي ماذا أقول لك من هين قيلنا الخير وهذا الولد كل يوم يطلع عندي بفسر نعم قايني وبغير هنا البيت هذا تسمع أنه يطلع من عاقل ولا شيء لا حول ولا قوتل لا بصراح ما لحق نعم ماذا أقول لك يا ولدي أنا قلت يعني أحياني أشكي لك أنت صديقة وتهارقة وتكلمة وتقول لها الفعلة ما زين على آخرة عمري يبغان يعيش برع بيتي أنا وعد ما في ديني حيلة عليه تعطي من كثير ما كالمة ما ظني يا خالت أن خليفة بيسويها أحده خليفة عاقل ويعرف يتصرف زين كلامه صحيح لك سير فأنا صح عاقل أنا صح المهم يا خالت أن تتوكل على الله وما يصلى لخير إن شاء الله سوى أبي سوى سوى أبي سوى سوى أبي سوى أبي سوى أبي ما شاء الله يا الله وينش أخبارك بعد يا والدي كيف حيحيانك؟ الحمد لله كلهم خير وينش أخبار عرصوها؟ شو الشغل زين؟ زين العرصو احسنت زيد عد سامحوني يا بغاسير عادت كيف يا ودي بعد الليل طويل احسنت ودي احسنت يا خارتي بس انا مستعقل شوي بغاسير لان سليمان ود عبدالله بكرا ان شاء الله تعالى بيتخرج من جامعة سلطان قابوس مهندز زراعي عود صلاة محمد عد سلام اي نعم وبهاد المناسبة السعيدة اي شايب عبدالله عاز مننا فنزوة كلنا العاشقين لنا نتا في وصل يا الله حمد العصار زيد سرعين سرعين هذا عشي لادارات الشارع اي شرعين اي شرعين اي شرعين اصطت صاحب اصطت صاحب اصطت اصطت بصراق لنا اصطت صاحب بصراق اي شكرا بصراق اشتركوا في القناة 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 خيرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا اشتركوا في القناة 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 موسيقى 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 المالك واقف كذاك تحرصني عن الأفضول لك تركب وشقق السيارة وصير البيت؟ هذا كنت سليمان حلو سليمان؟ محبا يا بنتي محبا نعم ايه موجود نعم لحظة شوية ناخر نعم أبي أختك زيانة على التلفون ألو أيوة زيانة خير هدي نفسي شاش فيه؟ خير إن شاء الله ايش تقولي؟ كشور بنعوز الدنيا؟ هذه حكايتنا لكم نحيا بخيط من الأمل بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل هذه حكايتنا لكم نحيا بخيط من الأمل بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل موسيقى اسلك دروب الخير بتصير دربك بالسهل والشر عمرا ما يدوم طال حبلة أو قصار طال حبلة أو قصار موسيقى وانت يا ابنة آدم تختار تختار بين الدربة ربك عطاك العقل والسمع والعين هذه الحياة موسيقى ما عيب نسعى ونجتهد وما عيب نغلط أو نعيد بس عيب لما نعتمد ويكون أمرنا للبعيد موسيقى ما عيب نبدأ من الصفر بالصبر يكبر كل صغير منعود كناص للشجر وبالعزم كل طاير يضير واحنا يا ابنة آدم نختار نختار بين الدربين ربك عطانا العقل والسمع والعين هذه الحياة موسيقى 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 موسيقى